فرضت الأزمة المالية والاقتصادية تحدياً كبيراً ومضافاً على جهود مواجهة جائحة كورونا في العراق مضى نحو أسبوع على عدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مما شكل أزمة جديدة داخل شارع ناقم على العملية السياسية والحاكمين منذ أكثر من عقد ونصف مراقبون أبدوا استغرابهم من تأخر صرف الرواتب لشهر حزيران خاصة وأن رئيس الحكومة قد وجه في وقت سابق الجهات المعنية بتوفير السيولة المالية لثلاثة أشهر قادمة تزامن مع تشريع البرلمان لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير السيولة المالية والمصادقة عليه التخبط الواضح لدى مؤسسات الدولة يتطلب تدخلاً سريعاً من رئيس الحكومة للتحرك بصرف الرواتب دون أي تأخير البنك المركزي العراقي رجح من جانبه بصرف رواتب الموظفين بداية الأسبوع المقبل فيما أشار إلى تأمين الرواتب لأشهر تموز وآب وأيلول نواب من جانبهم كشفوا عن تحرك فريق حكومي متخصص باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتأمين الرواتب الدنيا للموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لكنهم لم يخبئوا أسباب تأخر إطلاق الرواتب معترفين بوجود عجز مالي داخل خزينة الدولة وهذا ما بات مخيفاً للعراقيين فمن يتحمل مسؤولية ما جرى اليوم خزينة خاوية على عروشها فساد لا يزال ينخر بجسد الدولة حتى بات يهدد قوت المواطن نهيك عن حجم الركود الاقتصادي الذي قد يشكله تأخر الرواتب على مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد مما سيؤدي إلى عباء إضافية على كاهل الموظفين والمتقاعدين